بدأ أكثر الرجال متابعة على وجه الأرض على قناة يوتيوب والآن يستادف المنافسة مع ماستر بيست الشخص صاحب أكبر عدد من المشتركين على اليوتيوب بإجمال 300 مليون متابع الأمر الذي أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي والسبب أن الدون تسلم الدرع الذهبية في نفس يوم فتح القناة بعدما تجاوز عدد المشتركين 20 مليون في بضع ساعات وأكثر من 58 مليون متابع على يوتيوب فقط يا إلهي إذن ما الذي يحدث برأيك؟ هل الدون قادر على تخطي مستر بيست؟ حسنا دعنا نتذكر أن هذا الشخص هو كيرستيانو لذا من المنطقي أن يحطم حرفيا كل أرقام النمو القياسية الموجودة ولأنه أصبح الآن أسرع قناة يوتيوب نموا على هذا الكوكب لذا فالإجابة باختصار نعم لأن رونالدو هو بالفعل الرجل الأكثر متابعة على هذا الكوكب نحن نتحدث على 638 مليون متابع على إنستجرام و170 مليون متابع على فيسبوك و112 مليون متابع على منصة أكس وأكثر من 58 مليون متابع على يوتيوب فقط ببساطة ليس فقط أنه في طريق ليصبح أول شخص على الإطلاق ليصل إلى مليار مشترك ولكن فكر في الأمر حتى لو جاء ما يقرب من 30% من كل هؤلاء المتابعين إلى قناته على يوتيوب حسنا يا إلهي أرقد في سلام يا مستر بيست ولكن هذا هو الجانب السلبي في النهاية ستنتهي الضجة حول بدء قناة على يوتيوب وعندما يحدث ذلك يبدأ التحدي الحقيقي إنشاء محتوى جيد باستمرار ليحل محل الضجة ويدفع الناس بالفعل إلى الرغبة في العودة ومشاهدة المزيد مما يقودنا إلى السؤال النهائي عندما يتقاعد رونالدو وهو ما سيفعله في العامين المقبلين على الأقل هل سيصبح حقا مستخدما على يوتيوب ينشئ محتوى مذهل أم سيصبح مجرد شخص مشهور آخر لديه قناة على يوتيوب لأن هذا فرق كبير جدا انظر إلى ماسي على سبيل المثال لقد كان على يوتيوب لمدة 13 عاما وحصل رونالدو على مشتركين أكثر منه في غضون ساعتين لأنه من المشاهير الذين لديهم قناة على يوتيوب لا يمكنك الاعتماد على الشهرة وحدها في الواقع عليك إنشاء محتوى جيد على انستجرام نعم أنت تنشر صورا صغيرة لنفسك لا مشكلة هناك فرق بين منشئ المحتوى والمؤثر إذن أيهما سيكون رونالدو حسنا من المثير للاهتمام أنه في عام 2019 أشار إلى أمر ما قد يعطينا تلميحا سئل عن خططه بعد التقاعد وذكر أن أحد طموحاته هو تحدي نفسه بالتمثيل في فيلم أنا آسف أوه ربما أنا متأكد من أنه يستطيع أظهر لنا رونالدو كما تعلمون أنه يستطيع القيام بالكثير مما يعتقد أحد أنه قادر علي ولكنني أفكر فقط هذا ما يعتقد أليكس أن رونالدو سيكون الأفضل فيه ماذا كان؟ هل كان جيدا؟ هل يمكنك تخيل مشاهدة ذلك؟ لكن أعني أنه يقول أنه مر عدد قليل من سنوات منذ عام 2019 ولنكن صادقين حتى الآن هوليوود نوعا ما انطفت لذا ربما وربما فقط منذ ذلك الحين أصبح موقع يوتيوب هو هوليوود الجديدة بالنسبة له وهذا هو نوع المحتوى ومقاطع الفيديو التي يريد أن يظهر فيها بالفعل ولنكن منصفين فمن المنطقي أن يقوم بإنشاء موقع يوتيوب أكثر من الأفلام أيضا من منظور الأعمال مثل رقم واحد سيكون لديه وصول مباشر إلى جميع معجبية رقم اثنين سيمتلك كل ما يصنعه كل المحتوى خاص به وثلاثة في غضون عام سيكون هذا مجرد جانب تسويقي لعالمته التجارية CR7 التي تبلغ قيمتها مليار دولار والتي تشمل كل شيء من الملابس الداخلية إلى الملابس إلى العطور إلى الفنادق تخيل الحصول على موراء الكواليس في كل ذلك في شكل محتوى قوي يمكنك مشاهدته يوميا وإذا انفجرت بالفعل وأصبح بالفعل مستخدما لموقع يوتيوب أعتقد أنه يمكن أن يبدأ حقا اتجاها هائلا حيث يقوم الكثير من هؤلاء بإدراج المشاهير كما تعلمون المشاهير التقليديين والمثلين والموسيقيين والرياضيين حسنا لماذا لا تبدأ قناتك الخاصة على يوتيوب أيضا إنه أكثر شيء عبقري على الإطلاق أعتقد أنه إذا فعلت هذا فسوف تسير الأمور على ما يرام لكن أعني السؤال هو إذا رهنت على من سيكون لديه عدد أكبر من المشتركين بحلول نهاية 2025 من ستستهدف ملك كرة القدم أم ملك يوتيوب إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متى عقلك عبر رابطي الفان لايك في الوصف أسفل الفيديو